اهلا فيكم حبايبي برج الجدي رح نشوف شوية توقعاتك العاطفية ومن وقت مشاهدتك للفيديو الى اخر الشهر القراءة متل دائما رح تكون للبرج الشمسي والقمري والصالع وايضا تقبل العكس يعني اذا انت عمت مع برج الجدي ممكن تحس ان بعض الاشياء اللي بحكيها اعتقدها تكون مشابهة لطاقتك او قريبة من طاقتك طبعا متل دائما القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن انت خد من الفيديو ومن القراءة الشي اللي بتحس انه بيفيدك او بينطبق عليك ما تحاول تخلي قراءة تنطبق عليك لانه مش رح تكون مناسبة للجميع ولكن ممكن يكون فيه اشي بالفيديو تستفيد منه او يناسبك رح نبلش بيه طاقتك اول بعدين طاقة الحبيب خطواتكم في المستقبل ومصير العلاقة بينكم او شو ممكن يصير بالمستقبل اذا فيه اي اشي بيحتاج الى التوضيح رح نسحب كروت توضيحية اوكي نبلش بكروت النصيحة لبرج الجديد نبين انه فيه حدا بيه حياتك حاليا يا برج الجديد عم يطالب باهتمام اكتر منك افعل شيئا ل شخص بدك تبين مشاعرك اكتر لهالشخص لانه عم حسك او عم شوف انك منغلق او منطوي على حالك كتير وممكن عم تتعامل مع الوضع او مع الشخص يعني باسلوب صارم او باسلوب شديد في ايضا عندك فعم بتحس بي خسارة من خسارة علاقة او عم تحس بي خيبة امل ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه بتحس بي خيبة امل ممكن من تصرفات هالشخص او ممكن من مجرى تطور العلاقة بينكم فحاليا كروت النصيحة بدها اياك تعرف انه اذا في عندك قرار بدك تاخده او موقف بدك تتبعه هلأ الوقت المناسب انك تعخد قرار سواء كان لانك تبين لها الشخص انك بتحبه او بدك توضح له معلومة بدك توضح له اشي معين هلأ هو الوقت المناسب انك تتخذ هالقرار طيب نبلش بي طاقتك اول يا برج الجديد كتير عم شوفك في عندك كتير منطوية على حالك مش عم تسمح لاي حدا يفوت بحياتك او بمجالك او بطاقتك حتى هم شوفك ايضا كتير معتمد على حالك ومركز كتير على الشغل او مركز كتير على الامور المادية بيعقلك الباطني ولكن بدك بداية جديدة هم شوف انت وهالشخص بدكم بدايات جديدة بالعاطفة بالاصح ولكن انت عم شوفك بدك صدق اكتر بالعلاقة من اللي عم يقدموا هالشخص بتشوف انه هالشخص انت ممكن متقلب الرأي او كتير بيغير رأيه هالشخص وانت بدك تحكي لهالشخص معلومة انت كنت مخبيها اعتراف ممكن وبدك هالشخص يكون معك صريح جدا عم شوفك كتير معتمد على حالك وما عندك اي مشكلة انه اذا يعني العلاقة ما نجحت او اشي مثل هيك ما عندك مشكلة انه عادي تكمل الوضع يعني طبيعي او انك تكون او انك تكون مش فيه علاقة يعني امشوف الستاندرد او متطلباتك من الشخص القادم الشخص الجديد او الشخص اللي في حياتك حاليا او متطلبات عالية ممكن تكون بالنسبة لطاقة الحبيب او طاقة الشريك عم يحس انه مهاجم اه بشأن اشي معين بالعلاقة عم يحس انه مهاجم عم يحس انه في مطرح بده يدافع عن حاله ايضا يعني ممكن يكون بتناقض هالشخص بابكاره الداخلية يعني ممكن يكون متقلب المزاج متقلب الرأي وعروض الحب اللي عم يقدمها لالك او مش متل ما انت بدك ياها هي عروض فقط صغيرة يعني هي فقط بدايات ممكن يكون بدايات بالحديث ممكن يكون اه يعني اشي صغير اللي عم يقدمه لالك وانت عم شوفك بدك اشي اشي اكبر من هيك بدك اشي بالاصح ملموس اشي بالفعل تعتمد عليه او شي ممكن اه تقدر تقيسه هالشي بالنسبة لخطواتك في المستقبل عم شوفك عم تيجي على حالك يعني عم تاخد قرارات بشأن هالعلاقة ممكن اه تأدي الى زعلك او عم شوفك عم تخرب على حالك كتير ممكن بانك كتير انتوائي مع هالشخص ومع هالعلاقة فعم تخرب على حالك سلف سابوتاج ممكن مش عم تحكي لهالشخص عن انتو شو بدك ف بينتهي الوضع الى انك يعني تكون انت انت اللي عم تبدأ وعم تنهي عم شوفك وعم تيجي على على حساب حالك بانك بدك بداية جديدة بس مش عم تحكي لانه عم تشوفي انو في اولويات او اهتمامات اخرى اهم من هالاشي ممكن يكون الشغل ممكن يكون اي اشي اخر ولكن عم شوفك عم تاخد موقف او بالمستقبل رح تاخد موقف من هالشخص كتير صارم الابراج اللي ممكن عم تتعامل معها برج الجديد ممكن تكون ابراج نارية او ابراج هوائية ممكن ايضا عم تتعامل مع برج الجوزاء و بالاخص برج الجوزاء عاي بتوقع طاقتك هون عند هالشخص لانه هالكرت بيتبع برج الجديد ف بالنسبة لخطوات الحبيب في المستقبل عم شوف انو كتير عم يفكر فيك الحبيب بطريقة جسدية او عم بيحس انو روحيا مرتبط فيك مش قادر يشيلك من راسه ولكن في المستقبل لسه العروض اللي بده يقدمها عروض صغيرة لانو عم شوفه رح ينتقل من الفترة الحالية او في الماضي القريب بينكم كان فيه هالشخص كانوا بيحكي كتير الكمنيكيشن بينكم كان كتير عالي ولكن فيه المستقبل بخطواته القادمة عم شوفه منطوي على حاله اكتر مش عم يحكي بيشوه وبيحس اكتر عم يحاول يستشفي هالشخص لانو بيحس انو بيحتاج وقت مستقطع بينه وبين نفسه لحتى يكتشف او لحتى يفهم تطور العلاقة هاي رح رح تروح لوان يعني لكن عم شوفك انت بس للمنفصلين منكم بس انفصلت عن هالشخص عم شوف انو انت مركز كتير او عم تحط مجهودك عم تحط طاقتك كلها في الشغل وفي مجالات حياتك الاخرى بصراحة عم شوفك رجل جدي عم يحس بيخيبة امل اه كتير عالية من من تطور العلاقة يعني بيحسوا ان انت بتحسوا كأنه مست او بتحسوا كأنه او بتحسوا كأنه كان في بينكم فرصة كتير منيحة ولكن اه ضاعت منكم ممكن تحس انه هالشخص ضاع منك ايضا بدنا نوضح هالشخص ليش اول اشي ليش عم يحس انه مهاجر او ليش عم يحس انه دائما يحتاج يدافع عن حاله بالذات يحتاج انه يدافع عن حاله بطريقة الام هالكرتن قلب بيحس انه بده يعني يكون دفاعي معك بطريقة الحكي او بطريقة الجدال يعني عم شوف او حديث اكتر مما هو تصرفات فعلية يعني ممكن بالحكي عم تحس انه هالشخص كتير منغلق او كتير دفاعي معك بدنا نشوف ليش هو هالشخص دفاعي بشو السبب اللي بيخلي صعب التفاهم معه هالشخص في عنده شيئين عم يحاول يوفق بينهم وبتوقع انه هو عم يحاول يوفق بين العلاقة وبين وضعه المادي ايضا لانه صاحب بالين كذاب هالكرت فعم يحاول يوفق بين شيئين الشخص اللي عم تتعامل معه وهو مضطر انه او عم يحس انه مضطر انه ياخد طاقة هالملك لحتى عم شوف انه انت علاقتك مع هالشخص ممكن تبعده عن مجال عمله او تأثر على مجال عمله فهو بيشوف انه بده يقدم نوع من التضحيات لانه صعب عم يحاول انه يوفق بين هاي ويوفق بين هاي ولكن مش عم تزبط معه صعب عليه كتير فعم شوفه انه هو قرر في الوقت الحالي او بطاقته الحالية انه ياخد وقت مستقطع ممكن لحتى يبني مستقبله او يبني مادياته طيب مشان هيك هو كتير منغلق على حاله ما عم يستخل العلاقة انها تتطور خوفا من انه تأثر على اشياء اخرى بحياته او احلام اخرى بحياته طموحات اخرى بحياته هو عم يسعى الى تحقيقها طيب بدنا نشوف هالشخص ايضا بدنا نوضح انت ليش منغلق اول شي بدنا نوضح انت ليش منغلق على حالك هون او بالمستقبل ليش رح تكون لانه هي طاقة المستقبل ليش عم شوفك كتير منغلق على حالك انت ممكن طاقته اصلا الشخص هي بتحكس عليك ثم ثاني طيب بالمستقبل انت عم تحس بنهاية من نوع ما تحس بالتكملة بدنا نشوف هالتكملة شو يعني الاشياء اللي عم بتفكر فيها او ليش عم تحس انه الوضع ميقوس للنوع عم شوفك انت بدك علاقة او بالمستقبل تطمح بعلاقة انه تكون هارمونيوس او انه تكون متناغمة ومت يعني ومتوازنة عم شوفك بالمستقبل تبحث عن التوازن واغلا بالتوازن اللي عم تبحث عنه توازن روحاني او توازن بحالك انت ايضا واحدة من الاسباب بطاقتك في المستقبل انه عندك 5 of swords 5 of swords انت بالمستقبل مش مستعد تتنازل عن قراراتك يعني انت شخص عنيد جدا بدك تثبت وجهة نظرك ولو على حساب حالك ولو على حساب انك تخسر الناس بالطريق او تخسر علاقة او تخسر حبيب عم شوفك برغم انك بدك تحكي مع هالشخص وبرغم انك بدك بداية جديدة مع هالشخص لانه العامل المشترك بينكم هون في بدايات فانت بدك بداية ولكن بدايتك فيها حكي فيها صراحة اكتر هو بده بداية عاطفية اكتر ف همشوف انه انت بالمستقبل ما بدك تتنازل عم تبحث عن الشفاء ما بدك تتنازل واحدة من الاسباب اللي ممكن تأخر بالطاقة بينكم او تأخر بالتواصل بينكم انه انت عم تنظر للامور من منظور واحد من منظورك انت بدك الامور تمشيك مثل ما انت بتريد وعم تعاند شوي طاقتك فيها شوي عينات لانه بدك توصل الى النقطة اللي انت بدك ياها او بدك الشخص يعني بدك ياه يكون مرن اكتر بحيط انه يمشي مع اللي انت بدك ياه او اللي انت بتتوافق معه طيب بدك نشوف هالشخص لانه هو مبين انه منطوي على حاله بهالفترة ولكن الرابط الروحانية بينكم كتير قوية عم يفكر فيك هالشخص كتير وعم يفكر فيك ايضا بطريقة جسدية بطريقة شغوفة كتير فبدك نشوف هالشخص هل رح ياخذ خطوة بتقدم تجاهها هل بده يحكي معك شو رح يصير بعد فترة السكون هاي فهالشخص في عنده عرض حب كتير كبير بده يقدموله اليك لانه في عندك هال الفارس على على الخيل او على الاحصان متجاه الى مطرح متجاه الى مطرحتك ورقة تقدم هاي وايضا بده بدايات جديدة من الناحية العاطفية ممكن البداية بينكم تكون او ممكن الحكي بينكم يكون او هالشخص يتقرب منك بطريقة اصدقاء قبل ما تكون بطريقة جدية هم شوف انه هو بده يخليها عفوية اكتر بالبداية او كبداية بده ياها تكون عفوية اكتر تبدأ بمنظور صداقة بعدين تنتهي الى ارتباط او تنتهي الى حتى هالشخص ممكن يعترف لك بحقيقة مشاعره او مدى عمق مشاعره انت ممكن اصلا ما تتوقع او ما تفهم او ما تكون متوقع مدى عمق مشاعر هالشخص تجاهك بالنسبة ل تحكي عن اتخاذ قرار فبدنا نشوف لانه هالطاقة مشتركة بينكم بدنا نشوف شو هي القرار اللي بدكم تاخدوا انتو كطاقة مشتركة بينكم بدنا نشوف اذا الاوراق راح تكون متناغمة مع بعض او راح تكون متضاربة يعني بدنا نشوف اذا راح توصلوا لنفس الاستنتاج او راح تكونوا في مطلحين مختلفين فكريا اقليا فبدايات جديدة راح تكون بدايات جديدة بالحكي راح تكون ممكن ما يكون في عرض حب بسرعة يجيك او ممكن ما تبدأ العلاقة على طول عرض حب لانه هاي فقط ترمز الى الكميونيكيشن ترمز ايضا الى اعترافات فاي اشي كان خبه بينكم راح تحكوا فيه ايضا راح تشاركوا لبعض او راح تحكوا لبعض عن امالكم بها العلاقة او يعني العلاقة بينكم راح تنتهي بانتصار لانه او التواصل بينكم راح ينتهي بانتصار لانه هالشخص طالع من معركة منتصر فبرغم الصعوبات اللي عم تواجهوها هلا الى انه طاقتكم المشتركة فيها بدايات جديدة فيها انتصار وفيها ايضا وشفو في المنت امنية تتحقق فاوراق كتير منيحة بصراحة اوكي حباي ببرج الجدي بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة